اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على وصول يكون جاهز وان شاء الله حسب الرؤية الفنية للجهاز الفني يشارك في موراة الدجلة مؤمن زكريا يعني كلنا بندعيل وان شاء الله يبقى في احسن حال يمكن نوجه على صفحته على تويتر شكرا للجميع وقال نصا بشكر الجميع اللي اطمانا على صحتي وكل اللي محتاجه منكم هو الدعاء في فترة جاية نروح من الاخبار للأهرام وفي الصفحة 13 اتحاد الكورة يرفض التراجع على معاقبة المتجاوزين الاحتكام للمسحة لتأكيد نتيجة الكشف السريع وما اتحكم لتحليل الأداء يمكن في تفاصيل الخبر حقا بريدت الأهرام وعلى السيان دكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصر للكورة القدم قال احنا ما غيرناش في البروتوكول او حاجة ده اختصاص وزارة الصحة واحنا بنقوم بالتخصص احنا ما بنحطش بروتوكول للمساحات او للاشتراطات الاحترازية وزارة الصحة هي ده دورها واحنا ما نقدرش ندخل فيه هما خلاص يتتمدوا على الكشف السريع زي ما نقول اللاعب اللي بيبان في نتيجة التحليل السريع بتاعه اي مشاكل او نتيجة غير طبيعية بيخضع للمسحة بشكل عادي جدا وده حصل في حالات كتيرة في الدور العام وده بينفي تماما ما اصير حول انهاء استخدام المساحات لا المساحات بتستخدم بس للعبين اللي بيبان في تحليلهم اي شيء غير طبيعي على الجانب الاخر الحكام يمكن برئاسة الكابتن وجيه احمد لجنة الحكام الرئاسية عملت اجتماع زي ما نقول للحكام حضر وميت حكم في احد فنضق القاهرة تم خلاله يعني زي ما نقول كده راصده كل حالات التحكمية سواء الايجابية او السلبية بتداء من الاسبوع 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 الثالث والعشرين الحالات الايجابية حسب كلام الدكتور عزب حجاج مدير اللجنة التسفد منها الجميع وبنقرضها الجميع علشان تبقى حالات مشابهة الجميع استفد منها اما الحالات السلبية فيتم معالجتها طبقا لخطة لجنة الحكام بالنهوض بالحكام نروح من الاهرام للجمهورية ثلاث مباريات في الاسبوع الرابع والعشرين للدوري الجيش واسموحة وامبيا يستدرجون اسوان والانتاج والجونة يمكن عصر اليوم مفتمام السلسة والنصف ينطلق مباريات الاسبوع الرابع والعشرين يمكن اول مواجهة هتبقى على استاذ جهاز الرياضة العسكري طلاق الجيش باستدريف اسوان فيما يحل الجونة ضيفا على انبي في السلسة مساء في السلسة بيتروس بورد وختم مباريات اليوم هتبقى في السلسة السكندرية بين سموحة والانتاج الحربي نروح لجريدة اليوم السابع وفي الصفحة السادسة وزير الشباب ورياضة يشكر رئيس السيسي على دعمه منديال اليد صبحي منديال عشرين واحد وعشرين سيخرج بشكل يليق بمكانة مصر واجراءات احترازية في استقبال الضيوف والقرعة ونناقش حضور الجامعية يمكن بالامس صباحا تم عقد مؤتمر صحفي حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة والاتحاد المصري لقرعة اليد برئاسة المهندس هشام ناص اتكلم فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة ووجه شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتأكيده على ضرورة خروج منديال قرعة اليد بالشكل يليق بمكانة مصر اقليميا ودوليا وكمان اشار الدكتور أشرف صبحي للإجراءات الاحترازية الواجب اتباحها ان شاء الله بداية من استقبال الضيوف اللي هيزوره مصر لحضور القرعة وكمان مراسم القرعة وان شاء الله هتقام يوم السبت القادم في صفح الأهرامات ويمكن هقدمها الفنان خالد النبوي والفنانة انجل مقدم في ذات الصياق تم منقشة ان شاء الله الحضور الجماهيري ويبقى في احتمالين اما الحضور بشكل كام بنسبة 100% من المقاعد او بنسبة 2 الى 1 لو كل كرسي هيبقى عليه متفرج الكرسي المجاول ليه هيبقى خالي الجدير بالذكر ان كل الصلاة المجهزة ان شاء الله لاستقبال البطولة تم الانتهاء منها بنسبة 88% حسب تأكيدات دكتور أشرف صبحي واللي تكلفت 3.2 من 10 مليار جنيه يعني الروح من الاخبار المحلية وعربية نوطير للمغرب وتحديدا صحيفة المنتخب المغربية الاندية المغربية تتصدر التصنيف الافريقي يمكن ابرزت صحيفة الاتحال المتخب المغربي كل الاندية المغربية في التصنيف اللي صدر امس من الاتحاد الافريقي القرط القدم احتلت الصدارة وفي المركز الثاني جاءت الاندية المصرية كان الاندية المغربية تصدرت التصنيف ب180 نقطة اتقلتها الاندية المصرية ب147 نقطة وفي المركز الثالث الاندية التونسية ب140 نقطة التصنيف دوت بيفيد في ايه ان اول 12 فريق في التصنيف بحق اليوم المشاركة في فرقتين سواء في دورة أبطال أفريقيا أو في الكنفردرية الأفريقية الخبر الثاني من المغرب أيضا ومن جارية الصباح المغربية ستة وداديين يتعافون من كورونا يمكن الخبر يخص نادي الوداد إن شاء الله اللي هقابل للنادي الأهل في نصف نهائي دورة أبطال أفريقيا يعني كان فيه ممضى من أسابيع قليلة 14 لعب الوداد يعانوا من الإصابة بفيروس كورونا يمكن بعد الخضوع للحجر الصحي فيه ستة من هؤلاء اللاعبين تم شفائهم بالكامل ويمكن ده اللي أعلنوا على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن إستجرام ويمكن نزلوا صورهم مجتمعين وكأتبوا تحتها الحمد لله تم شفائنا وبنطمن جمهور الوداد وإن شاء الله يعني زي ما بنتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله كل لعابة العالم مش بس لعابة المصرين أو العرب يكونوا إن شاء الله في أحسن صحة نطير من المحيط للخليج ونروح من المغرب للإمارات وأول خبر معنا من الإمارات من جارية للتحاد الإماراتية الوحدة والنصر كمة دورة الستة عشر للكأس بالأمس أقيمت قرعة كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتحت رعاية الشيخ هزاعة هزاعة بن زايد النهيان نائب الرئيس التنفيذي لمجلس أبو ظابي يمكن الجادير بالذكر أو الملفط للنظر إن تم إجراء مراسم القرعة في مسرح دائرة الصحة بولاية أبو ظابي ده كان فيه إشارة أو تقدير لجهود المنظومة الصحية في الإمارات وكذلك عرفاناً ليهم ورداً للجميل على الدور اللي قاموا به يمكن المواجهات أهمها أو أبرزها إن النادي الوحدة الغاني عن التعريف في الإمارات والنصر هيكونوا في مباراة السلطة العشر هيبقى مقمة المباريات نطير من الإمارات والروح البداية من إيطاليا وجريدة لجازتة دولسبورت أول جريدة رياضية تم إنشاءها في أوروبا سنة 1896 وعنوانها الرئيسي ميسي يوم الحقيقة الأب يرى برشلونة وبي اس جي والسيتي والإنتر على النافذة يمكن في تفاصيل الخبر وصفت ما يحدث جريدة لجازتة دولسبورت بأهم مسلسل صيفي وقالت أن النهاردة هيبقى يوم الحقيقة أو يوم الحسم في أهم مسلسل صيفي بيجاء حالياً بين برشلونة وميسي وأشارت لوصول منذ ساعات قليلة إلى أسبانيا خرخي ميسي والد ميسي نفس الوقت وكيل أعماله يسافر بالفعل من الأرجنطين أبرزت الجريزة في صدر صفحتها صفر بالأمس خرخي ميسي وكيل ميسي زي ما قلنا ووالده لأسبانيا للتفاوض مع جوزيب مانيا بمارتي ميسي ورئيس برشلونة حول مشكلة ميسي نختم في النهاية من مركة الأسبانية وشعة الانتشار وبرتي ميسي يلعب كل شيء أول شيء في مواجهة خرخي ميسي يمكن جريدة مركة وصفت الجدال أو السجال اللي داير بين ميسي وبرشلونة بلعبة الشترانج وقالت في صدر صفحتها أو على غلاف المجلة النهاردة أن اللعبة الشترانج بين ميسي وبرشلونة وصلت لعلم وستوياتها يمكن جريدة مركة بتناقش الموضوع من منظور مختلف وهو رئيس برشلونة بيقولوا رئيس برشلونة عشان كده بكاتبين يكون أو لا يكون هل هيذكروا التاريخ أنه هو الرئيس اللي قدر يخلي ميسي ويحتفظ بميسي ويفرض شروطه أن ميسي يكمل لغاية عشرين واثنين وعشرين مع برشلونة بالشروط السابق اللي اتفاق عليها بين النادي واللعب ولا هيبقى رئيس النادي اللي هيدخل التاريخ من قضيق أبوابه بين ميسي ونمار تركوا برشلونة في عهده في أقل من أربع سنوات دي كانت جولة سريعة لأهم الأخبار والعالمية والمصرية والوطن العربي أرجو أن تكون حضراتكم استفدتم منها وبس بنوه في النهاية إن شاء الله بكرة هتحل الذكرى السامنة لرحيل الجنرال محمود الجهري أحد أهم رموز النادي الأهلي والرياضة المصرية نتمنى له رب الرحمة والكل محبي الصبر والسرع على خطاء هذا الرحل العظيم الكلمة ديك يا نهوانت وكريم احنا منشكرك جدا 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 زميلنا العزيز محمد توفيق